أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم فبهداه مُقْتَدِه يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الربيعة أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى والمشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم لنشر هدى القرآن الكريم بمكة المكرمة حياكم الله فضيلة الشيء أهلاً وسهلاً حياك الأخمائيات وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعاً برك الله فيكم كما يسرنا أن نذكركم برابط المسابقة والذي يظهر على الشاشة ننتقل الآن وإياكم لاستماعي للآيات الكريمة ثم نرجع مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أهلاً بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات ننتقل الآن وإياكم مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالل الربيعة لتدارس هذه الآيات ومعرفة معانيها وما فيها من حكم ومواعد هياكم الله مرة أخرى أهلاً وسهلاً الله يحفظكم بارك الله فيكم ما زلنا في قصة موسى في سورة القصص وتوقفنا في الحلقة الماضية عندما ذهب موسى وذهب في التابوت إلى بيت فرعون بعد ذلك أم موسى بعد أن ألقته في التابوت وذهب إلى بيت فرعون قالت لأخته قصيه قبل ذلك قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة فهي كانت تبدي به لو لا أربطنا على قلبها صحيح أولاً ما هي دلالة تبدي به وما معناها يعني هنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه قصة الحقيقة فيها من العناية الشيء العجيب واللطف الرباني وتحقيق الله تعالى والتي تصنع على عيني انظر إلى الأم في فراغ قلبها وتفكيرها وما تدري ماذا تفعل مع اهتمامها البالغ كادت أن تظهر لهم بأن هذا ولدها ولو قالت لذبحوه قال الله لو لا أربطنا على قلبها انظر كيف أن الله تعالى يمنعك من شيء ويثبتك قد تحرص على أمر مهم جدا وتهتم به فيصرفك الله عز وجل بصارف لطف منه سبحانه وتعالى لأن إبداءك هالمعلومة هذه قد تكون سببا في ضررك نعم أحيانا الكلمات التي تنبديها من الحماس وشدة الاهتمام قد تكون سببا في ضررنا انظر إلى ماذا كان من شأن يعقوب عليه السلام لما قال لأخوتي إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب هنا هذا المنطق الذي يتكلم به من شدة خوفه عليه واهتمامه التقطوا هذه الكلمة فصارت سببا في تحقيق ما أرادوا في كيدهم لا استخدموها كعذر نعم فهنا الحقيقة درس عظيم في قضية أن الإنسان وقت الاهتمام ينبغي أن يكون ثابتا يعني في كلماته مختارا اختيارا بلغا نعم حسن الله إليكم ثم بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآية لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنين وكأنه ألهمها إلهاما فقالت لأخته قصي مع أنها في بداية كان قلبها فارغا من التفكير ومن التدبير ما دللت هذه الآية وما سرها يعني سبحان الله العجيب أن الله وعدها بأنه سيرده إليها ووحينا إلى موسى نعم في قوله تعالى وجائلوه من المرسلين ومع ذلك ما صبرت تريد أن تعرف ما الذي حصل للولد يعني الأنسان إذا كان خايف على الشيء ما يستطيع الصبر بشريا طبيعة بشرية فقالت لأخته قصي يعني تتبع أثره بعناية تامة القصص يعني أن تقصص الأثر حتى تصل إلى النقطة التي تريد الوصل إليها فكان هذا السبب في ولعل هذا أيضا من المخرج أرادت أن تجعله مخرج لها في الوصول إليه بأي سبيل كان نعم السلام عليكم ثم قالت ذكرت الآية الكريمة وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أولا ما دلالت هذه الآية على أهمية الأخت وعلى دورها في العناية بالأسرة ثم بعد ذلك يعني ما دلالتها على ذكاء أخت موسى نعم جميل حقيقة قصة موسى في طاها والقصص ذكرت دور الأخت هنا قال إذ تمشي أختك وهنا قال قالت لأخته قصيه فبصرت هذا أكد أن من أقرب الناس الإنسان الأخت نصحا وعناية ورعاية وهذا أمر مشاهد ثم أيضا يعني دور الأخت في رعاية الأسرة وعنايتها بأخوانها الصغار دور كبير هو مساند للأم يعني هي حقيقة المساند الأم المساندة الأم المساندة ولذلك إذا فقدت الأم أصبحت الأخت أما للأسرة إذا كانت كبيرة وشواهد ذلك كثيرة ثم أيضا في هذه القصة دل على ذكاء هذه البنت وفطنتها وتريثها وحكمتها قال فبصرت به عن جنوب ما دخلت القصر ولا أخذت بوصية أخت أمها أن تقصه تقصه قصصا بعيدا عن أن تكون في موضع ربما يكشف أمرها فبصرت به عن جنوب من بعيد من باب القصر وسمئت جلبتهم و تتبعت خبر الأمر فوجدت أنهم يبحثون عن مرض أهله هنا تقطت الخبر فدخلت من خلال هذا الأمر ولذلك كل إنسان يستطيع أن يدخل إلى ما يريد من منفذ مناسب وهذه من الحكمة فبصرت به عن جنوب نعم وهم لا يشعرون يعني كل هذا كله تخطيط في قصر فرعون كأنها تبحث عن الطريقة التي تريد أن تدخل بها أحسنت حقيقة أنت تعجب أن تتعجب أن بنت صغيرة استطاعت أن تخترق هذا النظام بهذه الحنكة وهذه السياسة وهذه التصرفات الحكيمة التي تنبئ عن عنايتها البالغة هذا يجعلنا نوصي بأن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أن يكون حكيما في تصرفه كله خصوصا فيما يحذر منه نعم حسنا الله إليكم بعد أن انتهت هذه الآية جاءت الآية التي تتحدث عن تحريم المراضع على موسى عليه السلام فقال الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبله موسى عليه السلام كان في تلك اللحظة يحتاج يحتاج إلى اللبن حتى يتغذى وحتى يعني سبحان الله يعني يقوى والله عز وجل حرم عليه المراضع كيف نرى المنحة في هذه المحنة وهذا الامتحان أنت تذكر في حلقات سابقة قوله تآلى وَلِتُصْنَ عَلَى عَيْنِي نعم في جميع الأيات في قصة طه سورة طه والقصص فيه نور العظمة فرددناه حرمنا كل هذا من التدبير الإلهي نعم سبحان الله وحرمنا عليه المراضع لسبب من الأسباب وهذا من صناعة الله عز وجل لماذا حرم الله عليه المراضع؟ حتى يلجئهم إلجاء إلى أمه سبحان الله وهذه من حكمة الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه سبحان الله ويمنع المن يعني قد تمنع من شيئا الحكمة أن يريدها الله قد تمنع من النعمة تريدها لكن الله يريد شيئا آخر نعم سبحان الله عندما جاءت أخت موسى ودخلت في القصر بعد أن عرفت الطريقة التي تدخل بها لم تدخل هكذا وقالت يعني أنا أعرف المرضع أو شيء وإنما قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ ما دللت هذا الأسلوب في هذا أسلوب بديئة عرض أسلوب أرض ليس أسلوب طلب العرض حتى يكتكون الحاجة لهم وليست الحاجة لها كأنها تتحول الطلب منها إلى إليهم كأنهم الذين يطلبون عندي عندي هذه فرصة على أكم سبحان الله هل أدلكم يعني اتخاذ الأسلوب الذي يجألك تجأل الحاجة في الأسلوب للطرف الآخر هذا ذكاء نعم سبحان الله ليستمسكوا بهذا العرض وهذا أسلوب تجاري ترى سبحان الله أحيانا المسوقين يستخذون هذا أسلوب نعم لأنهم لا يطلبون مكشرة وإنما يعني نعم ولهذا نأخذ من قصة أخت موسى أسلوبا بديئا في الحنكة والتصرف والكيد اللطيف للدلالة على الشيء إلى غير ذلك نعم أحسن الله إليكم فضلة الشيخ بهذه العبارات أحبائنا المشاهدين نصلوا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة كما نذكركم برابط المشاركة في المسابقة والذي يظهر على الشاشة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين